اشتركوا في القناة وكل من رئيسي وعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب وذلك لإطلاع السلطة التشريعية على ما اتخذته وزارة الخارجية من إجراءات لتنفيذ ما نص عليه بيان العلا الصادر عن القمة الخليجية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون الفاعل والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأشارت إلى ضرورة إطلاع السلطة التشريعية على مستجدات الموقف البحريني بعد القمة الخليجية وبيان العلا والممارسات القطرية المتواصلة التي تستهدف أرواح ومصالح الصيادين البحرينيين وأكدت معاليها موقف السلطة التشريعية الدعم لتوجيهات جلالة الملك المفدى وتأييد جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باعتبار حقوق المواطن البحريني أولوية وطنية عليا مشددة على أهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في دفع السلطات القطرية لاحترام العلاقات المشتركة والتجاوب الرسمي من دعوة وزارة الخارجية البحرينية لعقد الاجتماعات الثنائية لبحث المواضيع العالقة من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها المملكة لتنفيذ قرارات القمة الخليجية مشيدا بالإسهمات والمبادرات التي تطلع بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى لدعم العمل الخليجي المشترك وإشاد معاليه بالمبادرة الكريمة من مملكة البحرين لدعوة دولة قطر للتفاوض الثنائي المباشر بهدف التوصل إلى اتفاق بجأن السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليهم منذ عقود حفاظا على حقوق الصيادين التاريخية وكونه يلامس مصدر رزقهم الأساسي وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص سعادة وزير الخارجية على طلع السلطة التشريعية على آخر المستجدات فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات قمة العلا من جانبه عبر سعادة وزير الخارجية عن بالغ التقدير والشكر للجهود المخلصة التي تقوم بها السلطة التشريعية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى وممتابعة حتيثة واهتمام كبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بحرص أعضاء السلطة التشريعية على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الوطني ودور وزارة الخارجية في تنفيذ السياسة الخارجية والدفاع عن مصالح المملكة وأكد سعادته على أهمية هذا اللقاء لإطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية تجاه تنفيذ ما نص عليه بيان العلا الصادر عن القمة الخليجية وقال سعادته أن مملكة البحرين حريصة على تنفيذ ما ورد في بيان العلا من التزامة من خلال حوار واضح وصريح وشفاف تحقيقا للأهداف التي نطمح إلى بلوغها وحل كافة القضايا والمسائل العالقة مع دولة قطر مؤكدا أن مملكة البحرين تثمن الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ودورها الرئيسي لتوحيد الصف الخليجي وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس وتعزيز الأمن القومي العربي وقال سعادة الدكتور عبد الطيب بن راشد الزياني أن وزارة الخارجية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها وحماية أمنها واستقرارها وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين ملتزمة بما نص عليه بيان العلا وهي على استعداد لبدء مباحثات جادة ثنائية مع قطر لمعالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة وخلال الاجتماع رد سعادة وزير الخارجية على الأسئلة التي طرحها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء السلطة التشريعية ترجمة نانسي قنقر